السلام عليكم. لو انت بتشوف برنامج ازتونة بلك فترة فاحب اقولك ان قد تكون دي هي اهم حلقة في البرنامج انت عملت لحد دلوقتي والله اعلم هتفضل كده لحد امتى. وده منطال بساطة لان الحلقة دي مليانة مفاجآت كتيرة جدا. مليانة مفاجآت بجد هتغير حياتك لو انت ركست فيها لغاية الاخر. واقول مفاجه هنتكلم فيها دلوقتي هي فكرة الخطة المالية الشخصية. الخطة المالية الشخصية اللي هتخليك مش بس يعني تكون عارف انت بتصرف ايه وبيجي لك دي. لايك كمان هتاخدى خطوة اقرب لفكرة الغناء. او خطوة اقرب لفكرة الفلوسة اللي انت بتدور عليها. اي ان كان بقى الظروف الشخصية اللي انت ممكن تكون بتعدي بيها. البلد اللي انت موجود فيها اي ان كانت اي حاجة. فالخطة المالية الشخصية دي هي عبارة عن برنامج اجسل اللي صممناه في برنامج ازتونة. عشان تقدر ان انت تتابع من عليه. وتقدر كده ان انت تقول انت نفسك يكون معاك فلوسة دي. وتقدر تحسب كل حاجة بالميل. وزي ما ق لكم في الحلقة دي برضو عندنا مفاجآت كتيرة جدا تتخطى فكرة الخطة المالية الشخصية لمفاجآت اكبر من كده بكتير. وكل اللي هتطلبه منك هو انك تتابع الحلقة دي لحد الاخر عشان تعرف ايه هي المفاجآت. السلام عليكم انا مايكل راشد وانت بتشوف برنامج ازتونة. في بداية الحلقة دي احب اقولك انك لازم تكون عامل اشتراك في البرنامج ولازم تكون مفعل قصية الجرس. عشان تتابع كل الحلقات اللي بتنزل واللي اكيد هتفرق في حياتك ولو على اقل بنسبة واحد في المية. تعال نبتدي باول مفاجآ معنا او اول حاجة فعلا هتظهر في حياتك هي فكرة الخطة المالية الشخصية. احنا كنا قبل كده في البرنامج اتكلمنا على كتب كتير بتتكلم على الفلوس وازاي ندير الفلوس او المال اللي موجود معنا. كتب مثلا زي اغنى رجل في بابل. كتب مثلا زي ريتش داد بورداد او الاب الغني والاب الفقير. كتب زي ماني ماستر زي جيم او المال اتقن اللعبة لتوني روبينز. كتب زي تينك جروريتش او فكر تصبح غنيا. كتبنا على كتب كتير قوي ولكن الكتب دي كان بيبقى فيها افكار نظريات. ممكن تكون انت بتطبقها وممكن فعلا الناس على فكرة تكون تطبيتها في حياتها واكتشفتنا حياتها تغيرت بعدها بشكل كبير. وعشان يعني كمايكل في قناة الزتونة هدف الاساسي هو ان يحاول انقلك الكلام الموجود جوه الكتب ولكن بشكل عملي فعطت اخد كل الكلام الموجود جوه الكتب دي واحوله ج هو بحيث ان احنا نحوله الخطة مالية شخصية والخطة دي اقدر اتباعها اول باول واقدر بيها اعرف انا واصل لحد فين من الغناء اللي انا عايز يكون موجود في حياتي او بمطالة بساطة حتى اعرف وضعي الحالي واعرف انا بصرف في ايه واعرف الفلوس اللي في اخر الشهر دي بلاقيها مش موجودة راحت فين بالظل. فتعالوا معي كده نتعرف على هذه الخطة المالية الشهرية واقول لكم ازاي تعملولها او ازاي انكم تحملوها. ده الملف الخاص بالخطة المالية الشهرية زي ما انتم شايفينه كده هو خطة مالية شخصية انا ممكن اكون بعملها كل شهر يعني اتلاقي في هنا مسلا خطة مالية شهر يناير وهكذا ممكن اكون بعمل كوبي او بعمل نسخة يعني واعمل منه اكتر من نسخة لكل شهر. الفكرة الاساسية ايه? ان انا في الاول خالص ده ببتدي اشوف انا معاه كامل. فببتدي اقول انا متوقع ايه? وده الحاجة الكويس على فكرة في هذا الملف بشكل كبير قوي. بنبتدي نحط توقعات لكل الارادات اللي جاية وكل المصاريف اللي احنا ممكن نكون منصرف عشان لو انت لسه بتبتدي من البداية كده تعمل هذا الملف ليك فتقدر من الاول تعرف انت كنت عايش حياتك قبل كيف ازاي? لان انت غالبا لما تجي تعمله هتكتشف ان في حاجات انت كنت متوقع ان هي تكون موجودة ولكن مش موجودة ومصاريف انت مكنتش متوقعها وهتلاقيها موجودة. على كل حال بنبتدي في هذه الخانة نكتب الدخل الشهري متوقع سواء كان الدخل الاساسي او مصاري الدخل اخرى وهو البرنامج اللي واحده هيحسب مجموعة الدخل الشهري المتوقع. فمسلا هنفترض ان ان انت بتاخد 2000 جنيه او 3000 جنيه في الشهر. هنكتب هنا 3000. كده كده برنامج هو بيطلع العملة ان هي دولار ولكن يعني مش مش شرط انك تحاولها دولارات يعني اي ان كانت العملة اللي انت بتتعاني بها اي. اعتبر ان العملة بتاعت الدولار دي هي العملة الخاصة بالبلد بتاعتك. لو عندك مصدر تاني للدخل ممكن تكون بتكتبه هنا. يعني مثلا انت متوقع مثلا عندك كمان 2000 جنيه هتكون جاية نتيجة انك هتبيع حاجة معينة. فالدخل مسلا الشهر المتوقع عليك 5000 جنيه. تيجي ان انت بقى لما تيجي تقبض الفلوس بتاعتك تعال بقى شوف الدخل الشهر الفعلي. الدخل الاساسي. هل قبط تلاتة ولا قبط اتنين وشوية. هل المصادر الاخرى جابت اتنين ولا جابت من كده بشوية. انا هفترض معاك ان احنا يعني بنعمل كده خطة شهرية وان انا فعلا خدت 3000 جنيه مرتب. لكن لما جيت ابيع الحاجة اللي هنكتعايز ابيعها جابتلي 1000 ونصف. فانا كده هنا بقى عندي مجموعة دخل 4500. تمام? نيجي بقى على الجزء التاني ود ده بقى الجزء الاهم. انا مرفوض الاربع 500 دي او مقسمهم على حياتي بحيث ان هو في الاخر يطلع لي كمان جزء يكون بتدخر بي او كمان استثمر بي. والقاعدة دي على فكرة كانت موجودة جوه كتابين جوه كتاب اسمه ريتش داد بور داد او القابل غني والقابل فقير وكتاب كمان اغنى رجل في بابل. انا بالنسبالي هتكون اهم خطوة نعملها بعد مكتبنا الدخل الاساسي والدخل اللي فرعا دخل لنا يعني هذا الشهر هو نحنا ننزل لهذه الخانة الاسماء ال الادخار والاستثمار. لو انت دلوقتي كتبت ان انت فيه 4000 نصف انت اخدتهم فمحتاجين نشيل منهم 10% قبل اي مصاريف وال10% دي هتكون بمثابة حساب التقاعد او الادخار بتاعك. يعني مثلا دلوقتي لو انا جالي 10% فانا هشيل هنا من 4500 تخيل مثلا ان هما هيكونوا 450 جنيه. فاكتب هنا 450 جنيه. لو كان السيناريو الاولاني كان حصل كنت هسيب 500 جنيه. مثلا. طيب. حساب الاستثمار هو 20% تانيين. من هذا الرقم. هيكون هنا عبارة عن 900 جنيه. وهنا كان المفروض يكون 1000 جنيه. كده انا اول حاجة عملتها هو اني حسبت المصاريف اللي انا هكون بصرفها في الادخار والاستثمار. ودي على فكرة كانت اول قاعدة في قواعد الغناء في اي كتب انا قريته. هو انك تشيل الاول فلوس للادخار والاستثمار وبعد كده تقوم تصرف انت على نفسك. زي ما انت شايفين كده انا صفرت كل الحاجات التانية عشان اشوف الارقام بتسمع ازاي اول باول. فلاقينا ان احنا لما كتبنا الدخل اللي دخل لنا. وكتبنا دلوقتي اول مصاريف اللي هي المصاريف الخاصة بالاستثمار. فالمفروض دلوقتي ان مجموعة المصاريف الفعلية 1350 اللي هو المفروض ان في تسعمائة جنيه زائد ربعمية وخمسين جنيه. والمتبقي لو انا عايز اشوف الرصيد بتاعي فهاشوف الرصيد الفعلي الخاص بي اللي هو 3150 جنيه. وده الفرق ما بين الرصيد اللي انا كنت متعقع في الاول والرصيد الفعلي اللي هو حصل. ده نتيجة طبعا ان انا كنت متعقع ان مصدر الدخل ده هيجيب لي الفين ولكن في الاخر جاب لي الف ونص زي ما قلنا كده فكرة اني افهم هو ايه الفرق ما بين المصاريف بتاعتي المتوقع ومصاريفي الحقيقية او اراضي المتوقع واراضي الحقيقي الفكرة اني افهم الفرق هو اني بعد كده اعمل ادارة للاموال اللي عندي ولكن بشكل افضل تعالوا نكمل ونشوف بقي الخطوات نخش مثلا كده في الايتم الخاص بالسكن فتلاقي مثلا هنا ايجار وراهن او يعني مصاريف اللي هو اللي انت بتدفعها كل شهر السكن بتاعت فنقول مثلا انها متوقع 3000 جنيه ايجار ولكن الفعل اللي دفعته هو 30000 نتيجة دمغاد او اي حاجة تانية زادت فهنا بيقولك ان الفرق فيه متين بين الفعل والمتوقع وكمان هنا في بقى ميزة جميلة جدا فكل خانة من الخنات دي انت تقدر تيجي على اخر حتة اللي هي اسمها المجموع ومش بس تعمل مجموع لانت رحيس تعمل مجموع بتعمل حاجة اسمها سم فبيطلعلك مجموع المصاريف لانت كمان ممكن تاخد افريج المصاريف السكنية كام ممكن تاخد مثلا ايه الاعلى وايه الاقل وهكذا فممكن تختار اكتر من حاجة تكون انت بتستخدمها علشان برضه تعرف اكتر او تفهم اكتر مصاريفة جديرة الحافين هنقول مثلا ان انا صرفت الوقتي 30000 في المصاريف الفعلية الخاصة بالاجار جينا مثلا في التليفون انا متوقع 500 فجت مثلا 600 مش مشكلة كهرباء متوقع 400 عشان احنا في الشتاء فجت لي 400 زي ما هي وهكذا وكمل الخنات دي وهتلاقي هنا ان مجموع المصاريف الفعلية بتاعتك 5550 وده معناه ده معناه ان لو جيت تبص على الرصيد انت المفروض رصيدك انت كنت متوقع فيه انه يكون ماينس 400 نتيجة ان انت كتب طبعا ارقام كبيرة ولكن الرصيد الفعلي بتاعك هو ماينس 1000 جنيه فيه يعني 1000 جنيه ناقص من الرصيد الخاص بيك فلو انت بتكمل السيناريو على هذا المنظر فهتلاقي ان انت طالع في اخر الشهر مديون فتيجي تقول لا يبقى انا محتاج مثلا اكون بقلل مصاريف معينة طب اقلل مثلا تليفون اقلل مثلا كهرباء لو اقدر اقلل في ايجار البيت او لو ما كانتش عندي ايجار تاني او لو كان هذا المرتب من الاساس مثلا قليل فهتبتلي اشوف ممكن اكون بزوده ازاي لكن في كل حال من الاحوال انا انصح وبشدة ان هذا هي الخانة اللي هو حساب التقاعد وحساب الاستثمار تكون موجودة لان ده اللي هيدمن لك بعد كده ان مرتبك يكون بزيد هتلاقي بعد كده بقى مثلا مصاريف انتقالات سواء كانت سيارة او مصبات عامة او تأمين او ترخيص او او صيانة او اي مصاريف تانية انت ممكن تكون بتصرفها مصاريف خاصة بالتأمين مصاريف خاص بالطعام والشراب حيوانات اليفة لو موجودة رعاية شخصية لو موجودة واللي هتلاقي منهم برضو اهم حاجة يا فكرة الاشتراكات والكورسات واللي ممكن على فكرة تاخد منها شوية وتعتبر كده ان هي موجودة في حساب الاستثمار عندك الترفيه برضو خروجات وعروض وافلام وسينما لو انت بتحب انك ترفع عن نفسك عندك قروض عندك ضرائب عندك زي ما قلنا الدخل والاستثمار عندك هدايا او تبرعات مصاريف قانونية سواء محامي نفق غرامات اخرى زي ما قلت لك كل الحاجات اللي انت ممكن تكون بتصرفها في الشهر الخاص بيك هيكون اهم حاجة بقى ببص عليها في اخر الشهر هو هذا الجدول الجميل اللي هو الرصيد اللي متوقع ان يكون معي بعد الشهر كان كام كنت متوقع يبقى معي مثلا ربعمية نتيجة صار فيه فالرصيد الفعلي ناقص الف جنيه فده معناه ان فيه سبتمية وخمسين جنيه فرق ما بين ما انا كنت متوقع للي موجود دلوقتي كمان لو الرقم يعني المفروض طلع يعني بشكل ان هو انت معاك فلوس دي اده فالرقم ده مش هيتطلع لك باللون الاحمر ولكن هيتلاقي ان هو طلع لك بقى باللون الاخضر نتيجة ان انت دخلك كان اعلى من مصاريفك ولكن ده كده منطل البساطة اول مفاجأة موجودة معنا النهاردة وهي فكرة الخطة المالية الشخصية اللي احنا كنا عمليين نتعرف عليها دي فكرة الاساسية ان انت تكون اوير او ان انت تكون عارف بالزبط انت بتعمل ايه ممكن تلعب الخطة المالية الشخصية باكتر من طريقة يعني مثلا انت ممكن تلعبها بالمتوقع واللي حصل على ارض الواقع او الفعلي كان كام دي اول طريقة ممكن تلعبها بطريقة تانية وتشير كل المتوقع وتبتدي بس تحسب كده مصاريفك الطبيعية من غير ما تحط الدخل بتاعك فتبتدي تكتشف مصاريفك اللي انت بتصرفها كل شهر دي جاية منين بالزبط لو انت خدت اللعبة بتاعت بس فكرة ان انت تعمل ادخار واستثمار بنسبة تلاتين في المية من الراتب بتاعك اي ان كان الراتب ده قد ايه لمدة سنة فتلاقي في الاخر ان انت معاك فلوس ما حاوشها ومعاك فلوس استثمارت فيها الفلوس اللي انت استثمارت فيها دي بالطبيعي المفروض تكون زودتلك الدخل الاضافي اللي موجود جوه الشيت وعشان النقطة ليه مهمة جدا واحنا بنتكلم على موضوع الاستثمار تعال اخدكم بقى للمفاجأة التانية اللي حابب بناتكن موجودة معنا في الفيديو ده. الناس كتير بتسأل على فكرة استثمر في ايه? يعني هل استثمر مسلا في دهب? هل استثمر في عقارات? هل استثمر في عملات اجنبية او عملات اخرى او عملات رقمية? هل استثمر في منتجات? طب استثمر احط فلوس في شهادات شهرية بتجيب لي مسلا عائد شهري وخلاص. افكار كتيرة جدا ليه علاقة بالاستثمار. لكن الحقيقة ان اقوى استثمار هو ممكن اي حد استثمره وهو انك تكون بتستثمر في نفسك انت اللي هو الجملة الشهيرة بتاعت او استثمر في نفسك. ولكن كل واحد فينا مش بيكون عارف يستثمر في نفسي ازاي? يعني انت لو جيت سألت واحد كده في المطلق استثمر في نفسك فعمل خطوة? فيفكر طب انا لما استثمر في نفسي هبتدي اعمل ايه بالضبط? هتلاقي فيه لايك حصلة? هتلاقي فيه تفكير هنا وقف شوية ازاي استثمر في نفسي? واستثمر في نفسي ليه وعشان مين? ما الشغل بتاعي ممكن اكون انا جاي باخري فيه? ما انا ظروفي كده? ما انا امكانياتي كده? ما انا مش عايز اطلع لحاجة اكتر من كده? فتلاقي دايما كده ان فيه مشكلة خاصة في موضوع الاستثمار ان احنا مش عارفين الخطوة الجاية بالنسبة لنا اصلا عامل ازاي? فبالتالي استثمر في نفسك دي بتكون جملة بالنسبة لنا مبهم. وعشان الفايل قررت ان هو يكون اكون بشوفكم فيه. حدس يكون موجود في مصر يوم تلاتة تلاتة في مصر راح طيبه. ده هناخد بقى فيه ورقة زي كده ولكن بنتكلم فيها بس على فكرة الاستثمار في النفس. ازاي اكون بستثمر في نفسي بحيس ان انا احط كده برضو كزا فكرة فيطلع لي في الاخر انا ممكن استثمر في نفسي ازاي? وبالنسبة للناس اللي برا مصر وحابة ان هي تحضر ده فعملين خدمة يعني عاملين كده زي منصات معينة بتكون بتصور في الايفنت وهيكون كل الكلام بيتنقل برضو صوت وصورة في نفس الوقت. ودي تاني مفاجأة موجودة معنا النهاردة ولو انت عايز تحجز الايفنت ده او عايز تاخد الخطة الملقة الشخصية كل الكلام ده موجود من خلال لينك الزاتونة الموجود في الديسكريبشن تحت. يا طبقلنا بقى اخر مفاجأة ودي حاجة انا شاف ان هي صراحة يعني فكرة قوية جدا لان احنا بيها عايزين نساعد ناس كتير قوي تكون بتشتغل وتكون بتعمل الشغل الخاص بيها وتكون بتكبره كمان. من فترة كده كنا ابتدينا سلسلية حلقات اسمها business development او تطوير العمل. وفي هذه الحلقات كنا بنعرض نمازج نجحة من ناس قدت انها تعمل business وتطور فيه وتعمل حاجات مختلفة. لكن تعالوا نقلب الآية شوية ونبتدي نشوف ناس من ارض الواقع ناس عرب زينا عندهم بتاعتهم عندهم المشاريع الخاصة بيهم ويمكن يكون عنده بعض التحديات او ممكن يكون عنده بعض الظروف اللي بتمنع ان هو يكبر هذا المشروع. ففي حلقات business development المرة جاية هنكون بنجيب شخصيات من الناس اللي ابتدت الستارت اوب بتاعتها او بتدت الشغل بتاعها او بالفعل عندهم شركة ولكن عندهم مشكلة معاناة في هذه الشركة وهنعمل زي coaching session بيننا. جلسة كده زي السشارة. جلسة فيها زي تقييم لهذا الوضع. ونفكر مع بعض ونطلع بحلول مقترحة. وكل الكلام ده هيكون موجود على اليوتيوب. بحيث ان ازاتونا تكون حلقة وصل بتساعد الشخص ده اللي عنده ان هو يعرف المنتج بتاعه او الخدمة بتاعته على مجموعة تانية من الناس الموجودين هنا في البرنامج. والناس كمان اللي بتتفرج على البرنامج تكون بتسمع وتستفيد من خبرات الناس التانية اللي بتدت انها تعمل شركاتها او اللي عندها شغل خاص بيها بالفعل. طب ازاي الكلام ده هتكون برضو بتعمله. نفس الكلام برضو بالزبط انت هتخش على اللينك الموجود تحت في الديسكريبشن. وهتختار ان انت عندك عمل خاص وعايز تدخل جوه برنامج او تطوير العمل. وعلى فكرة مشاركة ان انت تكون موجود لاما في مصر لاما الامارات يعني عشان نكون موجودين معاك. احنا كده كده هنعمل هزا البرنامج عبر تقنية الزوم في اي مكان في العالم. في اي حد هيكون عنده اي فكرة مشروع وابتدأ ان هو يشتغل فيها بالفعل. هنكون موجودين معايا وكل الكلام ده زي ما طولكم هيكون موجود على اليوتيوب عشان نقدر ان احنا برضو نوصل الطرفين ببعض. سواء الناس بتتفرج وعايز انها تستفيد. او الحد اللي عنده شركة وعنده مشروع وعنده خدمة وعايز ان هو ينقله. وعلى فكرة الكلام ده كله مجامي. ولو انت تسألني هو انت ليه بتعمل الموضوع ده? لان انا اصلا عملت الشركة الخاصة بيه. سواء كانت في مصر او في الامارات. عديت بحاجات كتير جدا بيعدي بيها اي واحد بيفكر ان هو يستثمر فلوسه. وبالتالي الحابب ان احنا ننقل التجربة دي ولكن بشكل عملي مش من خلال بس كتب او من خلال افكار نظرية ولكن من افكار موجودة في ارض الواقع. ومتعالي بقى ده الوقت اللي احنا لازم نقفل فيه هزي الحلقة لان بعد كده هطلع خسران في حاجات كتير. لكن اللي انا عايزك تكون بتعمله المكساب الحقيقي هو انك تنشر الحلقة دي مع كل الناس اللي انت ممكن تكون عارفهم ولا عندهم مشاريع وعايزين ان هما برضو يكبروا ويتعاروا فيها. ومتنسوش برضو الايفنت الخاص بنا اللي هيكون موجود يوم تلاتة تلاتة في مصرح تيبة في مدينة نصر. الايفنت اللي هنتكلم فيه على ازاي تستثمر في نفسك. وشكرا لكم واشوفكم على خير الحلقة جاية ان شاء الله. انا معكم مايكل راشد برنامج الزتوني.